بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الجواب أولا المراد بالقواعد القواعد جمع قاعدة وهي عبارة عن المرأة التي وصلت من السن إلى حد لا يكون عندها جمال ولا يرغب أحد بالزواج بها ثانيا حكم النظر إلى هذه القواعد مذهبنا مذهب الشافعية حرمة النظر إلى وجه المرأة التي صارت من القواعد وكذلك أيضا كفيها فيصير حكمها مثل الشابة يحرم النظر إليها ولو مع أمن الفتنة لا يجوز أن تنظر إلى الشابة وكذلك أيضا القواعد لا فرق عندنا على الراجع في المذهب بينهما واختار الأذرعي وجماعة من العلماء جواز النظر إلى وجهها وكفيها عند أمن الفتنة ثالثا حكم المصافحة للمرأة التي صارت من القواعد اختلف الفقهاء في حرمة مصافحة المرأة التي صارت من القواعد أو عدم ذلك فذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز مصافحة المرأة التي صارت من القواعد بحيث لا يكون عندها فتنة ولا جمال بشرط أمن الفتنة كما ذكرنا أنه لا يكون هناك فتنة فيجوز مصافحتها بينما المالكية والشافعية قالوا بحرمة مصافحة المرأة الكبيرة في السن التي صارت من القواعد ولا خلافة بين المذاهب الأربعة في حرمة مصافحة الشابة تلاصق البشرة مع البشرة بالنسبة للشابة هذا لا حرام والخلاف في هذا الذي ذكرنا إنما هو في المرأة العجوز التي صارت من القواعد ويجوز المصافحة ولو للمرأة الشابة بوجود حائل خرقة مثلا تكون على يد وتكون هناك مصافحة بين الشاب والشابة إذا أمنت الفتنة فإذا انهي مصافحة مع وجود حائل بشرط أمن الفتنة ذلك جائز رابعا بالنسبة للسلام من دون مصافحة مجرد السلام عليكم للمرأة التي من القواعد يجوز بل يسن السلام على المرأة التي صارت كبيرة في السن وصارت من القواعد يسن السلام عليها من قبل الرجل شابا أو كبيرا في السن يسلم عليها بالسلام عليكم ورحمة الله ولكن لو كانت شابة يكون مكروه سلامه عليها والله أعلم